بسم الله الرحمن الرحيم تكملة لمواضيع Blood Pharmacology أخذنا ما يسمى Anticoagration Drugs بننتقل إلى مواضيع أخرى ما يسمى في Drugs Used in Bleeding Disorder أو ما يسمى Heimatostatic Agent إذن لدينا الأدوية المستخدمة لإيقاف أو لعلاج النزف المستخدمة لعلاج اللي هو النزف بنأخذ الأدوية المستخدمة في علاج ما يسمى Bleeding بنأخذ من ضمنها الأنتي دوت في حال مثلا لو تسممنا في الهيبارين أو ما يسمى Streptocainase أو تسممنا بالورفارين ما هي الأنتي دوت يعني ما هو الترياق وما هي الأدوية المستخدمة لدينا يا شباب بعض المواد ما يسمى اللي هو Heimatostatic Agent أو المواد اللي بتعمل على Stopping of Bleeding إيقاف النزف لدينا في البداية بنأخذ اللي هو الفيتامين كي ويعتبر Essential for synthesis of factor U2 and 7 and 9 and X إذن معنا اللي هو فيتامين كي ويعتبر موقف للنسف وهو رئيسي في تصنيع العام الاثنين وسبعة وتسعة وأيضا معاشرة في اللي هو الكبد بنشوف بعد شوي استخدامات فيتامين اللي هو كي موجود منه انجيكشن موجود منه أورال طيب لدينا فيتامين سين هذا بيعمل على preserve integrity of the fascular wall طبعا بيحافظ على اللي هو تماسك اللي هو الفascular wall اللي هو جدار الأوعية الدموية وبالتالي يقلل من نسبة البليدنج ولا يستخدم بشكل كبير جدا لإيقاف النزف لدينا يا شباب اللي هو عبارة عن fresh blood or plasma transfusion يعني بننقل من كل المريض fresh blood وما إلى ذلك as sources of coagulation factor في ناس مثلا يعانوا من الهيموفيليا هيموفيليا سواء ايه أو بين يعني هيموفيليا نقص العامل اللي هو ثمانية أو نقص العامل اللي هو تسعة وبالتالي الشخص بيعاني من نزف يعني بشكل مستمر لو عطينا fresh blood يعني fresh blood بيتوقف عنده أيش اللي هو النزف وهذا ما يسمى بالfresh blood أو plasma transfusion plasma fraction لدينا البلازمة اليو fraction أيضا الأشياء اللي تستخرج من البلازمة لدينا الفاكتر ثمانية أيضا لدينا الفاكتر ثلاثة ولدينا اليو الفاكتر ما يسمى اليو تسعة وكما هو الحال أيضا في الفاكتر اللي هو سبعة إذن هذه عبارة عن بلازمة فراكشن الفاكتر ثلاثة والفاكتر اللي هو ثمانية اللي يستخدم في الناس اللي عندهم هيموفيليا A هيموفيليا A هي عبارة عن نقص الفاكتر اللي هو 8 وبالتالي نعالج الشخص بمواسطة اللي هو الفاكتر 8 والفاكتر 8 هو عبارة عن أنتي فيوموفيلك جلوبيولين ويستخرج اللي هو من الإنسان من البلازمة بواسطة تقنية اللي هو صعبة ومعقدة جدا طيب لدينا أيضا يا شباب الكاليسيوم والكاليسيوم يعتبر كو أجيليشن اللي هو فاكتر لدينا ما يسمى أمينو كابروك أسد أو بالأشهر هو اللي هو ترانيك زاميك أسد وهو مشهور بشكل كبير جدا ترانيك زاميك أسد بيعمل إنهيبتور لفابرينوليتك سيستم يعني هذا يمنع تحويل البلازمينوجين إلى بلازمين يمنع تحويل البلازمينوجين إلى بلازمين وبالتالي بيعمل كلوتينج بيعمل اللي هو تخثر نستخدم الدواء هذا في العديد من أنواع النزف وهو دواء مشهورة ترانيك زاميك أسد لو تسممنا في دواء اللي أخذنا في المحاضرة السابقة لو تسممنا باستريبتو كينيز من هو الأنتيدوت اللي هو الترياق الأنتيدوت يا شباب هو عبارة عن ترانيك زاميك أسد موجود منه إنجيكشن موجود منه اللي هو أورال 500 ميلي جرام يستخدم أيضا في البوست بارتيام هموريج أو للنس بعد الولادة هذا بالنسبة للترانيك زاميك اللي هو أسد لدينا يا شباب اللي هو الإيتام صليت أو ما يسمى ديسنون ديسنون مشهور بشكل كبير شدا بيقلل ما يسمى اللي هو كابلاري بليدنج وبالتالي ممكن يستخدم في البوست أوبريتف بليدنج يعني لو شخص نزف بعد العملية الجراحية نتيجة اللي هو الجرح وما إلى ذلك من أفضل الأدوية اللي هو ديسنون هذا مشهور بشكل كبير جدا بالسبب أنه بيعمل اللي هو ما يسمى اللي هو بروتكتف بالنسبة للكابلاري والبلات فيزلز يعني بيعمل بروتكتف وبالتالي يقلل اللي هو من حدوث البليدنج طيب لدينا بشكل سريع جدا اللي هو لوكال إيجينت أشياء ممكن موضعية بنسى فيزيكال ميثود مثلا ممكن اللي هو أبليكيشن بريشار أو كولنج أو هيت كو أجليشن يعني استخدام أشياء معينة كالضغط على الجرح مثلا أو إيقاف النس بالتبريد مثلا من ضمنها إيقاف النس مثلا عند النساء بعد الولادة بواسطة الكولنج أو استخدام الهيتنج الهيتنج اللي هو عملية كي مثلا الجرح وما إلى ذلك أشياء إيقاف النسف طيب استخدام يا شباب أيضا فازو كينستركتور دراجز يعني أدوية بتعمل فازو كينستركشن اللي هو انقباض في الأوعية الدموية زي الأدرينالين مثلا نازل يستخدم في الإبستاكسز الإبستاكسز هو اللي هو الرعاف وهو من ضمن الاستخدامات القديمة جدا لدينا غير الأدرينالين دواء يستخدم اسمه أو ما يسمى أوكسي ميتازولين أوكسي ميتازولين وهو سيلكتف على الألفابان بينما الأدرينالين ننسيلكتف إذن يفضل للرعاف مثلا ونحتاج دواء عشان يوقف الرعاف نحتاج قطر مثلا أشياء من هذا القبيل ممكن مزيلات الاحتقان المشهورة الموجودة في الصيدلية مزيلات الاحتقان بتعمل على إيقاف الإبستاكسز اللي هو الرعاف زي ما يسمى فينايلفرين وأيضا أوكسي ميتازولين طيب لدينا مواد اسمه سرينجنت مواد سرينجنت يعني مواد قابضة بتعمل على بريسبتيت لوسيرفس بروتين زي الألمانيوم سولفيت لدينا يا شباب أيضا ثرومبين ثرومبوبلاستين ثرومبوبلاستين موجود منهم أيضا على شكل اللي هو دراي بودرز توضع مثلا في بعض العمليات الجراحية اللي هو على مثلا اللي هو الجروح وما إلى ذلك علشان إيقاف اللي هو البليدينج لدينا يا شباب ما يسمى فيبرين أند فيبرينوجين نفس القصة موجود منها درايد شيت هذه تستخدم دورينج سيرجيري يعني أثناء العمليات الجراحية من أجل اللي هو إيقاف البليدينج طيب هذه بعض الأمور اللي هو المستخدمة لإيقاف مثلا اللي هو النزف في البداية بنأخذ اللي هو عبارة عن نقلنا في البداية فيتامين اللي هو فيتامين كي لدينا نوعين من أنواع فيتامين كي فيتامين اللي هو الكيوان طبعا يسمى اللي هو الفيتوميناديون وهذا يعتبر اللي هو نشر لأكيرينج وهو فات سلوب الفيتامين يعني فيتامين ذائب اللي هو في الدهن وأيضا هذا يعتبر أيضا الخضروات مصدر رئيسي لهذا اللي هو الفيتامين ومن ضمنها مثلا أيضا بعض مثل زي العدس اللي هو البازلة وما إلى ذلك وبالتالي لا ينصح استخدامهم في الأشخاص اللي يعانوا من كو أجليش يعني من تخفرات كونه عامل عامل اللي هو مخثر يستخدم أورالي وبارنتر اللي بنشوف الاستخدامات بعد شوي ولدينا النوع الثاني من فيتامين كي يسمى فيتامين كي وهذا يصنع بواسطة انتستاين البكتيريا يصنع في اللي هو الأمعاء يصنع في الأمعاء بواسطة اللي هو البكتيريا وبالتالي لو في شخص بيستخدم مضادات حيوية بشكل كبير جدا المضادات الحيوية تعمل على قطر البكتيريا التي تنتج فيتامين كي وبالتالي يقل إنتاج فيتامين هل يعتبروا active ولا inactive ولا عادوا بيحصل لهم activation هم ليسوا الفعالين فيتامين كي هذا يشبه مسؤول عن تصنيع الكلوتينج فاكتر في الكبد يعني فيتامين كي سوا كي 1 ولا كي 2 هو مسؤول عن اللي هو تصنيع الكلوتينج فاكتر في الكبد اللي هو الفاكتر 2 والفاكتر اللي هو 7 و9 اللي هو X-Buy-Lever-Cell وبالتالي لو في عندنا مريض عنده تليف بالكبد ولا الكبد عنده تعبان منتهي بشكل كبير جدا وعطيناها الفيتامين كي هذا هل بيحصل فعالية للفيتامين كي لا ما بيحصل فعالية أصلا كون العوامل هذه لم تصنع في الكبد اللي هو الفاكتر 2 وأيضا قلنا الوصفين و9 والو10 طيب الوصف بالنسبة لثيرابيوتكيوز الاستخدام العلاجي بالنسبة لفيتامين كي بنستخدمه يا شباب يعتبر antidote antidote فور ورفارين يعني كترياق للورفارين لو تسممنا في الورفارين الورفارين اللي عبارة عن anti-coagulation لو تسممنا في من ضمن آلية عمل الورفارين قلنا بيمنع تصنيع فيتامين كي طيب لو تسممنا في الورفارين وش يحصل عندنا بليدنج نسف باش نعالج النسف نتيجة الورفارين بنعالجه فيتامين كي ايضا حتى لو حصل عندنا نسب واسطة السلسلات سلسلات المقصود فيه اللي هو مجموعة السلسلك اسيد اللي هو الاسبرين اللي هو الاستايل سلسلك اسيد اللي هو عبارة عن اللي هو الاسبرين اذا لو تسممنا في الورفارين من هو الانتيدوت بنقول اللي هو فيتامين ايش اللي هو كي طيب مثلا بنستخدم يا شباب فيتامين كي عشان توكوريكت فيتامين كي ديفشينسي عشان اللي هو نصحح اللي هو نقص فيتامين كي اللي سببه بايداتري ديفشينسي يعني بسبب نقص اللي هو في الغذاء او انبيشن ريسيفينج اورال انتيبيوتكس يعني قلنا لو في مريض يتناول ادوية مضادات حيوية بشكل كبير جدا من ضمن المضادات هذه مثلا تيترا سيكليين بكميات كبيرة ودائما يستخدموا مثلا حتى الانبيسلين هذا النيومايسين هذا لو استخدمناها بكميات كبيرة بتقتل البكتيريا اللي تنتج اللي هو فيتامين كي وبالتالي يحصل نقص في فيتامين ايش اللي هو كي سبب النقص هو عبارة عن دي كريز برودكشن اوف فيتامين كي باي انتستاينل طيب بنستخدموا ايضا تو بريفينت اللي هو ما يسمى هيبو برو ثروبينيميا اوف نيوبورن يعني العطفال مثلا حديث الولادة او ما يسمى نيوبورن او ما يسمى نيوبورن نتيجة البريترم اللابور يعني طفل مثلا ولد اللي هو بغير اوانه بغير اوانه يعني ممكن الطفل هذا اللي هو ولد أو الحديث الولادة يحصل عنده نزف يحصل عنده نزف كيف نحمي هذا اللي هو حديث الولادة من الناس بنحق له فيتامين كي من 1 إلى 2 ميلي جرام أفتر اللي هو بيرث بعد الولادة مباشرة لناس يما قلنا الولادة اللي يتسمى بريماتشر انفانت أو ما يسمى بريماتشر لابر اللي هو الولادة المبكرة إذن نستخدم للأطفال المولودين في ولادة مبكرة عشان نمنع اللي هو البليدينج أو النزف عند هؤلاء الأطفال ويعتبر الاستخدام هذا بروفلاكسز بروفلاكسز يعني وقايا ما هو الادفرز اففت بالنسبة لفيتامين كي قل لك اللي هو بارنترل مثلا طبعا الفيتامين دي صور في الن اويل مثلا هو يذوين في الدهن لو حقناه بشكل اللي هو سريع لو حقناه بشكل سريع بيحصل عند المريض ما يسمى دزنيا تشيس بين ممكن يدخل فيه اللي هو الدث بسبب اللي هو الفيتامين هذا يعتبر اللي قلنا دي صور في الن اويل وبالتالي نحقنا اللي هو الفيتامين كي بشكل سلولي بشكل ايش بطيء ولدينا هنا اللي هم ملاحظة معينة السيفير ما يسمى سيفير هباتيك فيلر اسوسيتد وث بليدينج ديو تو مثلا رديو سانثيس يعني لو في شخص عنده لو في شخص عنده فشل في الكبد طبعا الشخص اللي عنده فشل في الكبد ممكن يحصل عنده بليدينج يعني الناس اللي عندهم تليف بالكبد يحصل عندهم نسف لا سيما نسف من الإيزوفيجس من المري طيب ليش بيحصل عند مرضى الكبد نسف قلنا ماهو اصلا بيقل عندهم تصنيع الفاكتر اثنين والفاكتر تسعة والفاكتر سبعة وعشرة وبالتالي لو قلوا الفاكتر هذو الكلهم بيحصل عنده ايش اللي هنا سف طيب هل نعطي المريض هذا فيتامين كي اللي عنده مثلا ليبر سلوسز لا ما بنعطيه فيتامين كي لانه فيتامين كي يحتاج هل هو فعال ولا يحتاج له تفعيل فيتامين كي يحتاج له تفعيل يعني هو اصلا فيتامين كي يدخل في تصنيع العوامل المسؤولة على التخثر وبالتالي فيتامين كي لمرضى استخدامه لإيقاف النسف عند مرضى تليف الكبد شيء غير مجدي تماما طيب لدينا منضوع آخر ما يسمى بلازما فراكشن طبعا من ناحية البلازما فراكشن لدينا الفاكتر قلنا ثمانية ولدينا ما يسمى الفاكتر اللي هو تسعة لدينا الفاكتر ثمانية وتسعة طبعا هذه تستخرج من البلازما بواسطة تقنية صعبة تسمى الفريز دراينج أو ما يسمى التجفيف بالتبريد وهي تقنية معقدة وأيضا الآن يصنع منها بتقنية أخرى اللي هو ما يسمى اللي هو البايو تكنولوجي اللي هو دي اني ايري قنبينت وهي أفضل من هذه الأدوية طبعا لدينا الفاكتر ثمانية ولدينا الفاكتر تسعة يا شباب الفاكتر ثمانية نستخدم للناس اللي عندهم هيموفيليا اللي هو اي والفاكتر تسعة نستخدم قلنا للناس اللي عندهم هيموفيليا اللي هو بي هذا اللي لازم نعرفه إذن لدينا الفاكتر تنوى لدينا لدينا الفاكتر قلنا 8 ولدينا الفاكتر اللي هو 9 ولدينا الفاكتر 9 هنا لدينا هنا بعض اللي هو المعلومات حول ما يسمى الهيموفيليا قلنا الهيموفيليا Genetic Deficiency of Factor 8 اسمها هيموفيلية A وDeficiency of Factor اللي هو 9 اسمها هيموفيلية اللي هو B طبعا ما هي المانيفستيشن ايش بيحصل عند المريض نتيجة النقط بيحصل عنده اللي هو Bleeding ما هو Treatment بالنسبة للهيموفيلية سواء كانت A ولا B قلنا بواسطة اللي هو البلازمة معانا الفاكتر 8 معانا الفاكتر H اللي هو 9 ولدينا دوا اسمه الدسمو برسين هو عبارة عن Anti-Diuretic Hormone Anti-Diuretics اللي هو هرمون واش آلية عمله هذا يا شباب يستخدم انترانازل يعني عن طريق اللي هو الأنف بخاخ يزيد الفاكتر 8 اكتفتي يعني بيزيد فعالية الفاكتر اللي هو 8 يعني بيزيد عمل الفاكتر الثمانية وبالتالي بنستخدم للناس اللي عندهم هيموفيلية اللي هو A بنستخدم احيانا ترانيكزامك أسد وقلنا هذا الترانيكزامك أسد بيعمل كلوتينج بيعمل عيش اللي هو كلوتينج عن طريق انه بيشكل من اللي هو الفيبرين اذا فيما يتعلق في الموضوع هذا اللي اسمه بلازمة فراكشن نتعرف على ما يسمى الهيموفيلية سواء كانت A ولا B وكيف مثلا ما هي الأدوى اللي تستخدم في علاج هذه الهيموفيلية طيب مثلا معنا هنا موضوع اخر اسمه يعني نمنع عمل الفيبرينوليسز نمنع عمل اللي هو مذيبات الفيبرين زي قلنا من سريبتو كينيز طيب لدينا أدوية اسمه اسمه أمينو كابروك أسد المشهور عندنا في اليمن اسمه قلنا ترانيكزامك أسد ترانيكزامك اللي هو أسد طيب بماذا تستخدم الأدوية هذه بماذا تستخدم نستخدمها يا شباب بريفنت اللي هو بليدنج عشان نمنع اللي هو البليدنج فوروم تيشو ريتش ان بلازمينوجين اكتيفيتور لا سيما مثلا في اللانجس البرستات سيرجيري ايضا اوكيولار تريوما إذن نستخدمها علشان نوقف مثلا اللي هو النزف طيب نستخدمه يا شباب أيضا في الهيموفيليا في الهيموفيليا نستخدمه في حالة التسمم في فيبرينيويتك دراجز يعني يعتبر أنتيدوت للسريبتو كينيز إذن هذه استخدامات ما يسمى اللي هو ترانيكزامك أسد بنأخذها بشكل سريع جدا واللي هو مختصر ليس مقرر عليكم غير عنوين فقط لدينا في الموضوع هنا دراجز افكتين بلاد فيسكو سيتي لدينا دوايا شباب اسمه بنتوكسف اللين طبعا اسمه في السوق ترنتال ترنتال هذا دوا مشهور يعني من ضمن الاستخدامات حقه عندنا مثلا يزيد اللي هو البرفرال بلاد فلو يعني بيزيد تدفق الدم إلى الأوعية الدموية الطرفية وبالتالي نستخدمه بالناس اللي عندهم قصور قصور في الدورة الدموية يعني قصور أو عندهم برودة في الأطراف أو يعانوا من مثلا مشاكل معينة اللي هو في الأطراف أو حتى مرضى سكر مثلا بسبب مرضى سكر بيحصل عندهم أنجوباثي أو نيوروباثي وبالتالي نستخدم هذا اللي اسمه بنتوكسف اللين اسمه ترنتال اسمه التجاري ترنتال هذا الدوايا شباب يعتبر مثال اكزانثين structurally similar to caffeine يعني يشبه هو مجموعته مثال اكزانثين ويشبه من اللي هو الكافاين يشبه الكافاين اللي يتعمل inhibit RBC Fisfodias Raised Enzyme بيثبت ما يسمى Fisfodias Raised Enzyme وبالتالي بيزيد RBC membrane flexibility and decrease blood viscosity يعني بيزيد مرونة مثلا اللي هو RBC هذا ويقلل اللي هو اللزوجة وبالتالي يستخدم في اللي هو بعض أنواع اللي هو الأنيمية حتى زي اللي هو ثلاثين ومشاكل الدم اللي هو الأخرى طيب هذا الدوايا شباب يستخدم to improve micro-fascular circulation إذن يحسن من الدورة اللي هو الدموية للمرضى اللي عندهم مثلا intermittent claudication ولا عندهم Diabetic angiopathy ولا chronic ulcer و peripheral fascular اللي هو disease احنا عندنا في اليمن يستخدم بشكل كبير جدا للdiabetic angiopathy يعني الاعتلال الأوعية الدموية اللي سببها سكر أو للناس اللي عندهم peripheral fascular disease يعني أمراض في الأوعية الدموية اللي هو طرفية وقلنا اسمه تيرنتال ومشهور بالسوق لهذا اللي هو الاستخدام ولهذا الغرب طيب لدينا مواضيع أخرى هنا لدينا drugs that use for treatment of anemia بنأخذ اللي هو بعض أنواع اللي هو الأدوية المستخدمة في علاج من اللي هو الأنيميا طبعا فيما يتعلق في الهيموجلوبين مثلا عند الرجال مثلا هيموجلوبين عند الرجال يجب أن يكون مثلا 13 يعني وأكثر من 13 جرام لكل ديسيليتر عند النساف في حدود 12 يعني طبعا عند الرجال يعني الطبيعي من 13 إلى 16 إلى 18 لو زاد عن 18 يعتبر اللي هو غير اللي هو طبيعي عند النساف من ممكن 12 إلى اللي هو 16 هذا ما يسمى اللي هو بالHB أو هيموجلوبين ويختلف من مرجع إلى مرجع آخر لدينا أول أنواع يعني لو الهيموجلوبين عند الرجل مثلا اللي هو 11 أو 12 بنقول هذه اللي هو أنيميا طيب لدينا أول نوع من أنواع الأنيميا اسمها Iron Deficiency أنيميا اللي هو أنيميا سببها نقص الحديد نقص الحديد أندر مايكروسكوب السدي بنشوف مثلا بنشوف هيبو كرومك وميكرو سايتك أنيميا يعني الـ HP بيكون قليل هنا واللي هو الميكرو سايتك يعني السلبة تكون اللي هو ميكرو طبعا Iron Deficiency أنيميا تعتبر من أشهر أنواع من من أشهر أنواع اللي هو الأنيميا طيب The Total Amount of Trans-13 Determine The Total Iron Binding اللي هو Capacity طبعا فيما يتعلق اللي هو في الحديد وامتصاص الحديد يا شباف الأمعاء الحديد اللي هو الأيرون هذا يمتص بشكل قلنا الحديد لدينا نوعين اللي هو الحديد الفرس اللي هو الثنائي والفرك اللي هو عبارة عن اللي هو الثلاثي من هو الأكثر امتصاص الحديد ثنائي ولا ثلاثي أكيد الحديد اللي هو ثنائي يمتص من الأمعاء يساعده اللي هو الأبو فرتين مثلا في الأمعاء ينتقل اللي هو إلى الدم موجود في الدم ما يسمى اللي هو Trans-13 يندمج معه اللي هو Trans-13 يروح إلى البون مارو علشان يدخل في تصنيع ما يسمى اللي هو R BC قلنا الأكثر امتصاص وعبارة عن اللي هو الفرس اللي هو الحديد من الثنائي هناك عوامل كثيرة تزيد من امتصاص الحديد وعوامل أخرى تقلل من امتصاص الحديد مع العلم يا شباب مصدر الحديد ممكن الطبيعي قد يكون حيواني ولا نباتي والمصدر الحيواني زي الكبدة هذه من أكثر المواد الغنية في الحديد وهو سريع الامتصاص بينما الحديد من المصادر النباتية بطيئة الامتصاص وامتصاصها قليل جدا كون الحديد اللي هو ثلاثي يحتاج اللي هو ريدكشن عشان يتحول إلى اللي هو النوع الثلاثي الثنائي طيب قلنا لدينا ما يسمى الترانسفيرتين ساتوريشن ما يسمى بلازما ايرون وتوتل ايرون بايندنج كبستية اللي هو التركيز الطبيعي من عشرين إلى خمسين اللي هو في اللي هو في المئة طيب متى يكون هناك ايرون ديفشين سيستي إذا قل اللي هو البلازما ايرون وزاد ما يسمى توتل ايرون بايندنج كبستي ترانسفيرتين ساتوريشن إز لس ذان اللي هو عشرين برسنت أقل من العشرين اللي هو برسنت طيب الايرون هنا يا شباب لدينا في البداية قلنا الايرون اللي هو الحديد كيف يمتصى الحديد مثلا قلنا يمتصى اللي هو من اللي هو الأبر السمول انتسين إذن في شكل في الرأس ولا في الرأس قلنا على شكل اللي هو في الرأس حديد ثنائي وبالتالي قلنا الحديد اللي مصدره حيواني بيكون أكثر امتصاص كونه من نوع في الرأس أما الحديد النباتي فهو من نوع من فهو حديد كثير ولكنه من نوع في الرأس يحتاج يتحول إلى في الرأس طيب مور ذان اللي هو في الرأس قلنا بريغنانسي مثلا عند الحامل جروينج في الانفانت يعني حديث الولادة جاستريك HCL فيتامين C يعني فيتامين C والHCL يساعد في امتصاص من اللي هو الحديد لو قل الحمض في المعدة يقل امتصاص الحديد وبالتالي عندما نستخدم أدوية مضادات الحموضة مضادات الحموضة تعيق أو تقلل من امتصاص اللي هو الحديد Factor that decrease اللي هو absorption ما هي العوامل أيضا التي تقلل امتصاص الحديد اللي فوق ما هي العوامل اللي يتزيد امتصاص اللي هو الحديد هنا ما هي العوامل اللي تقلل امتصاص الحديد الناس اللي عندهم مال absorption syndrome اللي هو متلازمة سوء الامتصاص زي ما يسمى Celiac disease استخدام الانتيسيد يعني مضادات الحموضة مضادات الحموضة قلنا ممكن نستخدم قرحة المعداء زي سوديوم بايكربونيت ماجنيسيوم كاليسيوم وما إلى ذلك هذه تعيق امتصاص الحديد التنك أسد التنك أسد هذا موجود في اللي والتين الشاهي بيعمل precipitate للأيرون يعني ترسيب اللي هو للحديد وبالتالي الشاهي يقلل المتصاص الحديد أيضا الشاهي بيعمل على تحويل ممكن من ثنائي إلى ثلاثي وبالتالي يقلل المتصاص الحديد تترا سيكلين أيضا دواء اسمه تترا سيكلين بيعمل للحديد تشيليت أيرون يعني بيعمل مسك للحديد وبالتالي يقلل المتصاص اللي هو الحديد لدينا ما يسمى اللي هو الترانسبورت بلازمة قلنا كيف ينتقل الحديد في البلازمة حنا قلنا في الأمعاء يوجد ما يسمى الأبو فرتين يصل إلى الدم موجود في الدم ما يسمى يجتمع الحديد مع الترانسبورتين علشان ينتقل إلى من إلى البون مارو إلى اللي هو البون مارو على شكل ما يسمى اللي هو الفرتين طيب الاكسكريشن يا شباب كيف بيحصلوا اكسكريشن يحصلوا اكسكريشن عن طريق ما يسمى اللي هو عن طريق ما يسمى الهيباتك اكسكريشن وأيضا لدينا عن طريق اللي هو الستول إذن بيخرج عن طريق الستول يعني عن طريق البراز وعن طريق اليورن وأيضا بيخرج ممكن عن طريق اللي هو سويت جلاند يعني عن طريق الغدد العرقية ولكن بكميات اللي هو قليلة جدا هنا لدينا يا شباب اللي هو causes of iron deficiency يعني أسباب نقص الحديد أسباب نقص الحديد تعتبر indication of iron يعني بتكون ما هي الأسباب تعتبر ما هي الأشياء اللي يستخدم أو يستخدم الحديد لعلاجها يعني أسباب نقص الحديد هي نفس هالأشياء اللي يستخدم الحديد لعلاجها مثلا deficiency intake مثلا الناس اللي مثلا ما بيتناولوش حديد بكميات كبيرة increase demand زيادة استهلاك الحديد متى يزداد استهلاك الحديد في المرأة مثلا اللي هو pregnancy و pre-matcher اللي هو baby pre-matcher age baby والناس اللي يحصل عندهم excessive bleeding أو blood lose زيادة من اللي هو النازف إذن متى يحصل اللي هو نقص الحديد بسبب قلة اللي هو قلة الأطعمة الغنية في الحديد بسبب ممكن الحامل بسبب اللي هو أطفال حديث الولادة بسبب زيادة فقد من اللي هو الدم أو النازف لدينا مثلا preparation of iron تحذيرات الايرون أو الايرون أنواع الحديد بالضبط يعني لدينا حديد فموي ولدينا حديد اللي هو عن طريق من اللي هو injection طيب من أنواع الحديد الفموي يا شباب في معنا ثلاث نواع مشهورة اللي اسمه في الرس سلفيت وفي الرس جلوكونيت وفي الرس فيوماريت إذن لدينا ثلاث أنواع من الحديد الفموي سلفيت جلوكونيت وفيوماريت مثلا من عيب السلفيت أنه الرتنت يعني مهيج للGIT على العموم عيب الحديد يا شباب مثلا في أشخاص يتناولوا الحديد عشان عندهم أنيميا لكن عيبوا بشكل كبير جدا أنه مهيج للGIT يعني مهيج للمعدة لدرجة أنه في ناس ما بيقدر يتحمل اللي هو الحديد نتيجة للإرتنت للتأثير اللي هو المهيج طيب ممكن نستخدم الحديد الفموي هذا يا شباب مع فيتامين سين لماذا ممكن عشان فيتامين سي يساعد أو يحسن امتصاص الحديد أيضا بنقول للشخص اللي يستخدم الحديد هذا أنه ما يستخدمش مضادات الحموضة مثلا أو حتى الحليب ومشتقاته عشان ما تقلش الحامضية لو قلت الحامضية يقل امتصاص من اللي هو الحديد يقل امتصاص الحديد ممكن يستخدم يا شباب من شهر إلى اللي هو شهرين لكن ممكن تصل طبعا يعطي نتيجة بعد شهر إلى شهرين لكن ممكن نستخدمه لمدة الثلاثة إلى ستة أشهر علشان تو اللي هو ربلينش ايرون ما يسمى ستور طيب هذا النوع الحديد اللي هو اسمه فاموي قلنا من عيبه أكثر شي الفاموي هذا الرتنت في ناس ما بيتحملوه بسبب أنه عيش مهيج طيب أنواعه الشكاله الصيدلاني في أقراص أقراص منها وفي منه دروبس يعني في منه قطر للأطفال وبيجي على شكل أيضا أمبول أمبور سيرب يعني الأمبولة تكسر وتشرب اللي هو شرب في استخدام احيانا مثلا شاء عندنا في اليمن وهو ليس يعني الميكانيزفو أكشن ليست واضحة بشكل كبير جدا الأشخاص اللي يتعرضوا مثلا النوابات خوف معينة وما إلى ذلك بيعطو أيضا اللي هو شراب فاموي أو أمبولة بشكل أيش اللي هو فاموي طيب بارنترال لدينا أنواع اللي هو البارنترال ما يسمى أيرون ديكستران أيرون أيش اللي هو ديكستران أيرون كاربوكسي مالتوز إذن نوعين ديكستران وكاربوكسي مالتوز يعطوا يا شباب بشكل سلولي يعني بطي IV اللي هو ممكن ألف ملي جرام يعني واحد جرام يخفف في خمسمائة ملي من النورمل صلايين ويعطى خلال ساعتين ويعطى خلال اللي هو ساعتين خلال في البداية يا شباب يجب أن يكون الحقن يعني نحقنه بشكل بطيء جدا ممكن 25 مل أو 20 مل تأخذ فترة طويلة عشان مثلا لو حصل عند المريض ما يسمى allergic reaction لأنه عند بعض المرضى يحصل اللي هو تحسس وما إلى ذلك وبالتالي في البداية يجب علينا حقنه بشكل اللي هو بطيء متى يستخدم هذا الانجيكشن في الناس اللي عندهم سيفير أنيميا أو سيفير ايرون دفشنسي يعني نقص الحديد بشكل كبير جدا أيضا الأشخاص هذول ما بيقدروا يتناولوا الحديد عن طريق اللي هو الفن بسبب مشاكل اللي هو في المعدة وما إلى ذلك وبالتالي نضطر أنه يأخذ المريض عن طريق ما اللي هو الانجيكشن ما هي العراضة الجانبية بالنسبة للأيرون لدينا الكثير قلنا من العراضة الجانبية بالنسبة للأورال أيرون وش يحصل عند المريض قلنا بيحصل عنده نيوز يحصل عنده بيكー بين ألم بفم المعدة يحصل عنده تقلصات يحصل عنده أمساك أحيانا dejar أحيانا يحصل عنده اللي هو اللي هو ديارية ومشاكل بشكل كبير جدا طيب بالنسبة للحديد اللي هو انجيكشن من أكثر اللي هو المشاكل يحصل إيرتند وأحيانا يحصل اللي هو ألارجي يحصل ما يسمى اللي هو ألاجي التسمم في الحديد لدينا لدينا نوعين من التسمم أكيوت أو كرونيك أكيوت أيرون توكسيسيتي التسمم الحاد ممكن اللي هو بالحديد قد يحصل اللي هو أكسدنتل يعني عند العطفال مثلا يتناولوا كمية كبيرة بالغلط مثلا وبالتالي يحصل عندهم ذوموتينج يحصل عندهم هيمات إميسز يعني طرش مع وجود اللي هو دم يحصل عندهم أيضا بلادي دياريا أو إسهال اللي هو دموي إذن يحصل طرش دموي وإسهال دموي يحصل ميتابلك أسدوسز يعني ويحصل عندهم ممكن شوك نوع الشوك اللي بتحصل عنده اسمها هيبوفولمك شوك ممكن مثلا يحصل ليكيج أوف فلود فوروم جي آيتي يعني يتسروا بالسوائل من الجي آيتي وبالتالي يقل حجم الدم وبالتالي يدخل المريض في كوما من ضمن الأشياء اللي تأخذ المريض نعطيه IV فيلوود IV من فيلوود طيب ويش التريتمنت بالنسبة للمريض اللي يتسمم هكذا بنعمله غاسترك لافاج يعني غسول للمعدة بواسطة فوسفيت أو كربونات سيليوشين علشان يعمل انسوليوبول كومبليكس علشان ما يمنع امتصاص من الحديد بنستخدم دواء اسمه ديسفروكسامين الديسفروكسامين هذا يعتبر أنتي دوت للأيرون يعني الترياق يعني هو اللي بيعمل كشيليتنج إيجينت يعني بيعمل على سحب أو مسك اللي هو الحديد ويعطى بجرعة من 1 إلى 2 اللي هو جرام IM إذن بيعمل از شيليتنج إيجينت لو قلنا من هو الأنتي دوت للأيرون من هو الترياق بنقول من اللي هو الديسفروكسامين على العموم مرضى الثلاسيمية مرضى الثلاسيمية دائما يأخذوا الدواء هذا ديسفروكسامين لأن مرضى الثلاسيمية ينقلوا دم بشكل متواصل الشخص اللي بي نقل دم بشكل متواصل يتراكم عنده الحديد لو ما أخذنا شد دواء هذا بيتراكم الحديد بيحصل عند المريض مشاكل كبيرة بيدخل في فشل اللي هو مثلا في الكبد ومشاكل اللي هو أخرى في الرينل ممكن تؤدي إلى الوفاة وبالتالي مرضى الثلاسيمية يجب أن يأخذ دواما ديسفروكسامين ديسفروكسامين طيب أيضا يا شباب سابورتف تريتمنت نعالق الGIT بليدينج أيضا الميتابلوك أسيدوسيز بنعطي المريض عشان الميتابلوك أسيدوسيز سوديون بايكربونيتون عالق اللي هو الشوك قلنا وش نوع الشوك هي بوفولموك شوك وبالتالي ممكن نعطي المريض اللي هو IV-VLUID IV-H اللي هو VLUID طيب في معانا أيضا كورونيك أيرون توكسيسيتي متى يحصل كورونيك أيرون توكسيسيتي بسبب اللي هو زيادة امتصاص ما يسمى اللي هو الحديد مثلا أو الناس اللي عندهم مرضى من اللي هو الثلاثيمية الثلاثيمية مشهور بشكل كبير جدا يحصل عندهم كورونيك أيرون اللي هو توكسيسيتي كيف نمنع اللي هو ما يسمى الكورونيك أيرون توكسيسيتي عند مرضى ثلاثيميا قلنا نستخدم الدواء اللي سبق ذكره فوق اسمه ديسفروكسامين اللي اسمه أيش ديسفروكسامين كيف نحضم أو كيف نعالج السمية هذه نفس العلاج اللي سبق ذكره لكن هنا في معانا شيء آخر طبعا اسمها اللي هو الفلبتومي بنعمل اللي هو حجامة عشان نسحب اللي هو كمية الدم الزائدة والحديد من اللي هو الزائد أيضا لو كانت اللي هو التسمم بسبب انه المريض عنده ثلاثينية بنستخدم قلنا أيش دسفروكسامين دسفروكسامين لمنى دسفروكسامين للمرضى اللي عندهم ما يسمى اللي هو الثلاثينية نكتفي بالقدر هذا من اللي هو الحديد لدينا آخر موضوع في المحاضرة والسابقة لبعض أنواع الأنيميا الأخرى